ديول ما دي المقطع يا حبايب فضيحة لانا انتشرت يا حبايب بشكل مطبيعي اللي حاب نشوفها عن فضيح زالة 18 وصور زالة 18 ما قدر نشرها على قناتي اللي حاب نشوفها على قناتي الثانية يا حبايب بالوصف وبالتعليقات اسمها مملكة المشاهير فضيحة لانا بصور زالة 18 والشياء كلش خيالية روش في المقطع ممكن ينحذف بأي لحظة الخبر اولي عادنا عندها تجوم أسو على نورستار بالمختصر القصة انه اسو سافرت لندن وشدت الفكرة انه تسويها توقعت جولة بأوربا منظمها تروح الفرنسا وتروح الديزني لاند ولكن نورستار يا حبايب مثما تعرفون انه هي هم راحة الفرنسا وراحة الديزني لاند اللي هي نوعا ما المكان اللي تحبه اسو ونوعا ما الاشياء اللي تفضلها اسو من انمي وكارتون من هذه الاشياء وراحت نورستار وصورة استوري هناك فردت عليها اسو عن طريق تنزيلها شوية استوريات ولكن الغريب انه هي مسحتها بهذا الاستوريات كانت كاتبة لوم الغيرة ما تحجت الخنزيرة وبالاستوري الثاني كاتبة كاف تحطين عينك على رزق العالم والناس ومستحيل احد رح ياخذ رزق الثاني هذا الشي شي لي من بالك لان ارزق على الله بس هي قصد انه تحاول تقطع رزقها لانه رسار صورة المكان كانتري تصور بي اسو وبالاستوري الثالث اخسم بالله اش قد انقها رؤزعا من اشوف الشي تسويين وياي ويا اخواتي وبعدك مراضي على حياتك ولا على اي شي وتسويين المستحيل بس على مودة الذيني وبالاستوري الاخير كاتبة القناعة كنز لايفنا وهذا كنز لاسف ما عندك الكلام واضح مقصد بي نورستار يا حبايب وطبعا مثلما تعرفون هذي مو اول مرة اسو تقصف نورستار او تطلع تحكي عليها فبالسابق لما نورستار انتو شوية استوريات تبجي على انمي انه لن تكوني اسو ومرة ثانية يا حبايب بث مباشر بالغلط جدت اخد اسو وفضحتها انو اللي تتحكي علي نورستار رحطوكم شوية لقطات شوفوها فكنا نحبوه بالكومنتات اتو ايا اسو او ايا نورستار هل تشوفون من حقها نورستار تروح المكان اللي تريدها اسو او انما كان مفروض بوقل فكرة من اسو ما درس طراحة كتبن بتوقعاتكم بالكومنتات ننتقل حاليا اليارو ليش هي صارت تبجي فنزل شوية استوريات تقول بيها انتنتظرون المساعدة من اي احد من حبيبكم او من امكم او من اي شخص لازم انتو ترافونا عن نفتكم بنفتكم وتقول ان هي تشاندة تبجي وبنفس الوقتين مرضانة رحطوكم الاستوريات ما يتشوفوها قلت الضو وصورت هاد الاستوريات لحتى لكم ما تستنوا من اي حدا اي اهتمام وخليكم لحالكم مهتموا بحالكم لحالكم للصراحة انا قبل شوية لحتى وقفت بك وقررت اني اطلع لبرة واتنفس شوي واخد طاقة ايجابية من برة اللي حت اطلع من الجو اللي انا كنت فيو ما تستنوا من اي حدا اي شي قد ما كان عزيزة عليكم امكم ستكون خالتكون اختكون اخوكم ممن كان يكون حبيبكم افدا بالعكس اموا لحالكم واهتموا بحالكم لحالكم وما تستنوا من اي حدا اي اهتمام لانه باللقوات الصعبة ما حدا بيبين معكم حفكم كتير 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 وانا هلا حاليا جد هيك ريحت شوي ومبسوطة الحمد لله ونتظر حنرجع احسن من اول بحفكم كتير 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 يا احل الشي صار بحياتي لا تنسوا فيديو اليوم ونتظر حنرجع ننتقل حاليا الباريش دادا ورجو على اسطنبول بعمل كان بدبي فنزل شوي تستوريات انه صار باسطنبول ففي حمد الله على السلامة ننتقل حاليا مريانا غريب واغنية جديدة اللي ذكر من حوالي سنة نزلت مقطع انه عصد مريانا حتنزل اغنية ويلا السنة كاملة الى اما نزلتها اليوم نزل شوي تستوريات تعالى من خلالها انه الاغنية مالتها ان شاء الله رح تنزل بعد تقريبا اسبوعين ثلاثة رح طولكم اياه شوفوا رح اعملها بس يهدت جو عن نبي تركيا يعني قريب الصيف تمام تذكر لما تلكوا انه بعد العيدة حنزلها بعد هاد العيد حتنزل حتنزل الغنية حصورها ننتقل حاليا الى احمد وبروب ورجوع الاردن يا حباي بعد مكانب دبي فيفل حمد الله ع السلامة وصلوا حباي بالنصات المقطع فتركوا في القناة اشتركوا في القصص احبكم وبس مع السلامة